يا أيها المتهافتون المتخاذلون ويا حكام العرب السعين إلى التطبيع مع إسرائيل اسمع نحن الفلسطينيين المسيحيين سلمنا أجدادكم المسلمين الشرفاء مفاتيح فلسطين والقدس وتسلمنا منهم العهدة العمرية نحن ثبتنا أمناء على العهد وسنبقى كذلك أما أنتم فماذا صنعتم بتلك المفاتيح ولمن سلمتموها نحن إلى أيدي أمير المؤمنين الطاهرة سلمناها وأنتم تسلمونها اليوم إلى أيدي الصهاينة الملطخة أيديهم بدماء المسلمين والمسيحيين أنتم لا تستحقون فلسطين ولا تستحقون القدس أرض الإسراء والمعراج لأنكم بالتطبيع طمصتم وأهملتم آية الإسراء الكريمة كأنها لم تعد جزءا من عقيدتكم الإسلامية ولكنها كذلك هذه خيانة إيمانية ووطنية وإنسانية هل تريدون أن تحموا إسرائيل؟ نحن امنحوها سقوك غفرانكم وثبتوا وجودها بالتطبيع والسلام لكننا نعدكم نحن الفلسطينيين نعدكم أن إسرائيل سترحل عن أرضنا مهيضة الجناح ذليلة بسواعد المقاومين الشرفاء سترحل 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 ليس المسلم من سلم الناس من يده ولسانه؟ نحن أهلكم الفلسطينيين ما سلمنا لا من يدكم التي توقع على التطبيع وتصافح نتنياهو لبرمان ولا من عيونكم التي تبكي على بيريس ورابين ولا من لسانكم الذي ينعت المقاومين بالميليشيات والإرهابيين ولا من أخلاقكم لأنكم لا تخجلون أن ترقصوا مع الخخامات وتشربوا نخب القدس عاصمة للكيام الصهيوني كأنكم تعترفون بها عاصمة لإسرائيل قبل ترامب وتوقعون قبله على صفقة القرن التي تشتب من التاريخ قضيتنا الفلسطينية وتتجاهلون حق العودة وآلام المهجرين والمشتتين والمحاصرين أتطربون على أنغام النشيد الإسرائيلي هتكفى اتربوا إن الزمن بطيء على من ينتظر الزمن بطيء على من ينتظر وطويل على الباكين لكنه قصير جدا على من يفرحون نحن انتظرنا وبالتطبيع اليوم تؤجلون أنتم عودتنا وتحريرنا وبكينا وأطلتم حزننا ودموعنا أما فرح عدونا الصهيون ومن يطبعون ويتعاونون معه فسيكون قصيرا جدا بإذن الله عودوا إلى فلسطينكم أيها الحكام العرب عودوا إلى حيفا ويافا والرمل واللد وبيسان وبئر السبع فهي لكم ولا تزانوا تنتظركم عودوا إلى غزة وفكوا حصارها عد إلى قدسك يا فاتح القدس وقارئ القرآن فهي تبكي على أبنائها الشهداء وتستغيث تطلب حماية أهل سلوان والمهجرين والمهدم بيوتهم واذكروا أن ما يجري في القدس سيجري في مكة والمدينة ويترب كل فلسطين دنى من بحرها إلى نهرها ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش وليس للغازي وليس للغازي ذرة تراب واحدة متنازعا عليها معنا التطبيع لن يتوقف ولا ترامب ولا نتنياه ولا أصل العصيان المدني السلمي أولا عليهم جميعا هو الذي يكبح جماحهم نحن ننادي به ونناديكم أيها الشرفاء أن تدعموه وتساندوه بتأسيس رابطة تمثل المسلمين والمسيحيين ومحبي السلام تحت اسم رمزي التين والزيتون لدعم القدس وغزة لبيك يا قدس لبيك يا أقصى المبارك لبيك يا مهد المسيح ويا كنيسة القيامة لبيك يا حيفة ويافة وغزة الله أكبر الله أكبر الله أكبر والسلام عليكم شكرا